أكد الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني أن عجلة التطوير والتحديث بستمرة وتشمل جميع منشآت ووحدات الحرس الوطني مضيفا سموه أن الحرس الوطني استطاع تحقيق خطوات مميزة في الكثير من المجالات العسكرية والإدارية جاء ذلك خلال تفضل الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني حضور حفل افتتاح المرحلة الثانية لمركز الخدمات الفنية بحضور معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني حيث كان في الاستقبال آمر مركز الإسناد الفني وكبار ضباط الحرس الوطني من قادة الوحدات ورؤساء الشعب وقد اطلع سمو رئيس الحرس الوطني خلال حفل الافتتاح على محتويات المركز والذي تم بنائه وفق معايير متميزة تهدف إلى ضمان تقديم خدمة عالية الجودة وفق أفضل المعايير وقدم آمر مركز الإسناد الفني خلال الحفل إيجازا عن المرحلة الثانية للمركز بيّن فيه أن المركز يساهم في اختصار الجهد والوقت من خلال تقديم كل الخدمات تحت سقف واحد إضافة إلى أن المركز يضم فريق عمل متكاملا من مهندسين وفنيين على درجة عالية من الكفاءة والتدريب الأمر الذي يسهم في تطوير العمل ويحقق التكامل في تقديم خدمات الصيانة الفنية لآليات وأسلحة الحرس الوطني بأعلى معايير الجودة في الختام أشاد سموه بما وصلت إليه الخدمات الفنية من تطوير لمنظومة العمل حسب ما خطط له في الخطة الخمسية لعام 2020 شاكرا سموه جميع القائمين على هذا الإنجاز الذي يحقق التميز في أداء الواجب شكرا